إلى الفشقة يصل قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان ومن هناك يعرب عن تمسك بلاده بالمنطقة الحدودية مع إثيوبيا التي بسط الجيش السوداني سيطرته عليها قبل نحو عام من الآن البرهان الذي أكد خلال الزيارة على التزام السودان بعلاقات حسن الجوار مع إثيوبيا تعهد في الوقت نفسه بعدم التفريط في منطقة الفشقة معتبراً إياها أرضاً سودانية خالصة زيارة الفريق عبد الفتاح البرهان إلى بركة نورين بمنطقة الفشقة الحدودية تأتي بحسب بيان لمجلس السيادة الانتقالي عقب اعتداءات إثيوبيا أدت إلى مقتل ستة من جنود الجيش وإصابة أكثر من واحد وثلاثين من الضباط والجنود أديسة بابا نفت عبر مسؤولين بمكتب الاتصال الحكومي أن يكون الجيش الإثيوبي هاجم نظيره السوداني في المنطقة الحدودية بين البلدين السودان يرتبط بعلاقات قوية مع إثيوبيا في بعض الأحيان يتم خلق النزاعات بغرض الإضرار بالوحدة الاجتماعية والتعايش بين البلدين أي خلاف مع السودان سيتم حله مع الأخذ في الاعتبار التاريخ الطويل للعلاقات بين البلدين تتهم أديسة بابا جارتها السودان بالسيطرة على أرض إثيوبية وهو ما تنفيه الخرطم مرارا وتبلغ مساحة الفشق نحو مليوني فدان وتمتد لمسافة مئة وثمانية وستين كيلومترا مع الحدود الإثيوبية البالغة حوالي مئتين وخمسة وستين كيلومتر وتضم الفشق أخصب الأراضي الزراعية في السودان وتنقسم إلى ثلاث مناطق هي الفشق الكبرى والفشق الصغرى والمنطقة الجنوبية